في نهاية شارع المتنبي في بغداد يقع المركز الثقافي البغدادي الذي أصبح نقطة محورية تستقطب الأدباء والشعراء والمثقفين العراقيين بعد افتتاحه عام 2011 بات المركز يعرف بسوق عكاظ العراق كأحد أكثر المراكز الثقافية في العاصمة ازدحاما بالرواد المتلهفين لمتابعة فعالياته ونشاطاته الأدبية والتراثية إضافة إلى زيارة مكتباته العريقة كمكتبة العلامة العراقي الدكتور أحمد سوسة والتي بدورها أضحت نقطة جذب أساسية للرواد هذه هي المكتبة الشخصية للعلامة أحمد سوسة بالحقيقة كانت الإهداء والمبادرة من قبل السيدة سارة صراف حفيدة العلامة أحمد سوسة وكذلك المحامي حسين شعبان لوضح هذه المكتبة في المركز الثقافي البغداد من أجل أن تكون متاحة أمام الباحثين والدارسين المكتبة تحتوي العديد من المصادر التاريخية والعديد من المصادر الري وكذلك تعتبر من أهم المكتبات العلمائية في بغداد أحمد سوسة قدم ما قدم أفنى عمره في البحث والتنقيب والإشارة إلى حقائق ربما كنا نجهلها هذا أحمد سوسة وهذا المركز له الحق أن يفتخر بأن يقدم أسماء كهذه الأسماء اللامعة التي ذكرت من خلالها ستطلع الأجيال على ما أنجز آباؤهم وأجدادهم بمختلف الاتجاهات وإضافة إلى مكتبة العلامة أحمد سوسة الذي ترك إرثا عظيما من العلم يحتوي المركز على مكتبات وقاعات عديدة تحمل أسماء علماء وشعراء وفنانين كعلي الوردي ونازك الملائكة وغيرهما وداخل هذا المركز الذي أصبح شريانا جديدا في رئة العراق الثقافية تقام أكثر من ألف فعالية آدبية وثقافية سنويا بينما يبلغ متوسط عدد رواده السنوي نحو 150 ألف شخص يطمحون جميعهم لعيش تجربة ثقافية نادرة وفريدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر